التصريح آخر للسيد غالب الزامي العضو الاتحاد العراقي حول موضوع الطائرة الخاصة اللي طلبها اتحاد الكرة من وزارة النقل رح أرجع وأعلق على هذا التصريح دعنا نشاهد الحقيقة تواجهنا كان باتجاه وزارة النقل واللقابي معالي وزير النقل مشكور كان الرجل يعني حاول أن يوفرنا طائرة لكن للأسف الشديد بعد هذه الفترة تبين أن الطائرة هي الحقيقة لشركة وشركة أهلية شركة بوابة العراق طلبت من الحقيقة من الاتحاد العراقي أن يكون يعني مقابل 50 شخص 100 ألف دولار وهذه طبعا فد مبلغ كبير جدا وكان الاتصال معاي مباشرة وتوجهنا بعد ذلك أنه اليوم إذا ردنا أن نحسب الذهاب والإياب بالنسبة للمنتخب الوطني أو اللاعبين نفسهم الخمسين اللاعب رح يكون كل لعب بحدود ألفين دولار وهذه فد مبلغ كبير جدا لا يستطيع الاتحاد توفيره بالنتيجة احنا توفرنا طبعا يعني اتجاهنا كان باتجاه الخطوط الأخرى وتم حجز لللاعبين والكادر التدريبي عن طريق الاتحاد وإن شاء الله نعم هي رحلة طويلة لكن بعد هذا هو ما غير هذا الخيار فكان تواجهنا باتجاه من بغداد إلى بيروت ومن بيروت بعد ذلك نتوجه إلى الرياض نعم هي رحلة شاقة ورحلة طويلة قد يكون لها تأثير سلبي بالنسبة على اللاعبين أو الكادر التدريبي لكن لا يوجد غير هذا الطريق طيب تعليقي يعني بسيط جدا حتى ما أخذ من وقت ضيفنا يظن الكابتن سعد حفظ اللي هو ضيفي بصراحة يعني دولة وحكومة بحجم العراق ما عندنا طائرة خاصة وفرها المنتخب الوطني ومنتخباتنا وأنديتنا اتعاني ما تعاني لأن القوة الجوية تابع إلى وزارة الدفاع والعالم تروح وتجي بالطيارة العسكرية والله العظيم الله ليشوف لكم مياه إن شاء الله هاي الطيارة لأن يروحون يوصلون متكسرين ورجعون متكسرين من القاعدة اللي حتى كراسي ما بيها المهم يعني حاسبيهم جنود أم لاعبين رياضين وإذا هم يلعبوا بالقوة الجوية بس هم لاعبين يعني وزارة النقل كاظم فنجان الحمام متباقي لك كم أيام وتطلعون يعني طائرة وحدة من الخطوط الجوية من الطيارات اللي عدنا ما قدرتوا توفروها ما قدرتوا طيارة وحدة؟ وحدة وحدة بس وحدة طيارة وحدة حتى عمي مريض أريدهمهم الخمسين نفر أكو إذا وكموا خمسين ومستين نفر عمي تراحوا العالم بيها يروحون لبيروت ترانزيت ومن بيروت يطيرون للرياض هذا منتخبنا